اه بسم الله الرحمن الرحيم ابنائي وابناتي طلبة المدارس الزراعية اهلا بحضراتكم في حلقة جديدة على قناتكم المتميزة قناة التعليم الفني اه وان شاء الله حلقتنا النهاردة هتكون اه مخصصة للطلاب المتحقين بصف الاول اه بالمدارس الزراعية على منظومة الجدرات وحنتكلم مع بعض فيها على اه المهنة فني الحاصلات البستانية اه في اطار سعي الوزارة والتنفيذ لتوجهات الدولة اه بتطوير اه التعليم الفني اه بدأنا بتطوير اه مناهجنا مناهج التعليم الفني اه بحيث ان هي تكون مناهج اه مواكبة لسوق العمل وبدأنا نشتغل مع بعض على مهنة جديدة اسمها مهنة فني الحاصلات البستانية اه الطالب في مجال اه فني الحاصلات البستانية اه حيتعلم معنا مجموعة من المهارات ومجموعة من المعارف اللي هتاهله للتحاق بسوق العمل وحتكون بالنسبة له فرصة اه لاكتساب المهارات المعرفة المهارات والمعارف اللي هتمكنه من ادارة مشروع زراعي صغير اذا كان هو يرغب في اه هذا المجال ان هو يعمل مشروع مستقل به او ان هو بيلتحق كعامل فني باحد المؤسسات الزراعية الخاصة بانتاج الحاصلات البستانية المختلفة سواء كانت حاصلات الفكهة او حاصلات الخضر او حاصلات الزينة او مجال تخطيط وتنسيء الحدائق يبقى عندنا هنتكلم مع بعض على تخصص مجال انتاج فني انتاج الحاصلات البستانية ونشوف مع بعض احنا هنتكلم على منظومة تسمى منظومة الجدرات المهنية ودي هتكون خاصة بفني الحاصلات البستانية ولو جينا نتكلم بشيء من التفصيل هنقول احنا هنتكلم على المستوى التالت اللي يكون الغرض منه تأهيل عامل فني وحنتكلم على اول جزئية قبل ما نبدأ بالمادة بتاعتنا هنتكلم مع بعض على مجموعة معارف عامة على منظومة الجدرات بحيث تمكنني من ايه اللي انا هكون مطلوب مني كمتدرب في هذه المنظومة وكمان ممكن نوجه كلامنا للزمل اللي هيكونوا شغالين معانا في المجال كمدربين للطلاب داخل مدارس بتاعتنا اول حاجة هنتكلم عليها سمات التعليم القائم على الجدرات ليه احنا اشتغلنا او ليه الوزارة او لتاهتمامها بالتعليم الفني وهذه المنظومة اول حاجة ان التعليم القائم على الجدرات ده بيقوم على الفهم ومارسة المهارة والالتزام بسلوكيات واخلاقيات المهنة يعني الطالب عندي بيتعلم مجموعة من المهارات الفنية ويؤدي هذه المهارات في ضوء الاتصاق مع المعايير المهنة اللي هو بيقوم به وكل طالب عندي هيكون مخصص له الوقت الكافي للتدريب داخل مدارسنا وكمان المتعلم بيرتبط بالافكار الجديدة ويقدر يطبقها في سوق العمل ويركز التعليم القائم على الجدرات على الكيف اكثر من الكامل يبقى اولادنا في مدارسنا داخل مدارس التعليم الفني وحنتكلم بشيء من التفصيل على اللي خصينا احنا داخل مهنة فني الحاصلات البستانية حيتعلموا معنا ونتدرب مع بعض على مجموعة من المهارات اللي حتمكني من على مدار دراستنا خلال تلات سنوات من اتقان المهارات الفنية الكاملة لادارة منشآت زراعية خاصة بمشاة الحاصلات البستانية المختلفة ونشوف مع بعض ما هي اهم المعايير العامل الجدير عامل جدير يعني احنا بعد نهاية دراستنا حيكون مطلوب مني او انا حكون عرفت ان انا اقدر اتمكن من المهارات الفنية يبقى عرفت مجموعة من المهارات الفنية اللي حتاهلني ان انا اكون عامل فني في مجال الحاصلات البستانية ده مش كده وبس ده هيبقى عندي ادارة عمليات العمل يعني انا في في داخل المؤسسات الزراعية او داخل المجال الزراعي مفيش حد بيعمل لوحده ده احنا كلنا بنعمل كفريق عمل يبقى برضو من ضمن الحاجات اللي الولد حيتعلم معنا فيها او نتعلم مع بعض او نتعلم مع بعض مهارة التعاون لانجاح العمل هيكون عندي تطوير للعلاقات الاجتماعية النجحة والتواصل الفعال ويكون لهذا العامل الفني دور في تنظيم العمل والقيام بالمسئوليات الاجتماعية والبيئي يبقى بعد كده حنشوف ما هو المقصود بتعريف الجدار احنا بنقول عامل فني جدير احنا عندنا هيطلع الطالب بتاعنا هيبقى اسمه عامل فني جدير ان هو هيكون مؤهل بمجموعة المهارات والمعارف اللي هيتسبه والسلوكيات ان هو يكون عامل فني جدير ما هو المقصود بكلمة جدارة كلمة جدارة المقصود بها ان الطالب عندي هيعتبر جدير اذا ادر ان هو يكون قادر على تطبيق المهارات والمعارف والسلوكيات تطبيقا متسقا بمستوى الاداء المحدد في مواصفات الوحدة والموضح في ظروف مكان العمل اصبح هنا عندي مجموعة من المصطلحات الجديدة عليها شوية الطالب هيبقى هنا بدل مكان ناجح الطالب هيبقى عندي الولد بتاعنا هيبقى طالب جدير اه حيندرب مع بعض على مجموعة من المهارات الفنية وحيسبقها مجموعة من المعارف احنا هنتعلم مجموعة المعارف وهي هنتدرب على مجموعة المهارات ويكون هذه المهارات لما نجي نقيمها هنقيمها في ضوء المعايير الخاصة بالوحدات الدراسية هنلاقي هنا مصطلح جديد مرة علينا برضو بقيننا نتكلم على حاجة اسمها الوحدة الدراسية بدل ما كان فيه كتاب دراسي ومنهج دراسية اصبح عندي حاجة تسمى الوحدة الدراسية يبقى الطالب عندي في مجال فني الحاصلات البستانية على مدار التلات سنين مع بعض هندرس مع بعض مجموعة من الوحدات الدراسية اللي هتمكنني من ان انا اكتسب مجموعة المهارات الفنية بمجال الحاصلات البستانية نكمل كلامنا ونشوف مع بعض ما هي المعارف الولد احنا مع بعض هندرس مجموعة من المعارف مفيش خبرة عملية هتم ولا مهارة هتم وتكون يتم انجازها بشكل جيد بدون ان يسبقها مجموعة حقائق علمية ومعارفية بنقدمها للطالب عندنا يبقى الولد عنده هيدرس مجموعة معارف بعد كده هنجتم تدريبه على مجموعة من المهارات العملية اللي هيتم تنفيذها بديه وفي النهاية هيكون عندي مجموعة من السلوكيات اللي انا هكون راغب في ان الولد عندي يتعلمها لانجاح المنظومة الخاصة بيه يبقى هنا عندي في معارف في عندي مهارات في عندي سلوكيات يبقى الجدارة لها تلت تلت جوانب جوانب معرفية وجوانب مهارية وجوانب سلوكي بعد كده هنشوف ما هي انماط الجدارات انماط الجدارات اللي عندي في عندي نوعين من الجدارات في عندي جدارات اساسية وعندي جدارات فنية الجدارات الاساسية زي الاكتساب اللغة سواء كانت لغة العربية والانجليزية وتعلم الراديوات ومجموعة المواد الثقافية اللي الطالب عندي بيدرسها وعندي مجموعة المهارات الفنية سواء كانت مهارات فنية متخصصة يعني الطالب بيدرسها عندي داخل قسم البستين ومهارات فنية عامة دي بيتم تدرسها كبرامج ملحقة أو كواحدات مكملة من الأقسام الزراعية المختلفة يبقى عندي الطالب عندي حيدرس في الدراسة بتاعتي مجموعة من المعارف أو الوحدات بتاعتي في جدرات أساسية وفي جدرات متخصصة الجدرات المتخصصة في أساسية وفي مكملة وبنقول أن الطالب عندي بيدرس في المستوى الثالث أو احنا بنتكلم على الطالب في المستوى الثالث اللي هو مستوى الفني أو مستوى المشرف لأن عندي طالب في المستوى الأول اللي هو العامل المبتدئ ودي مجال اللي هو خارج عن دراستنا والمستوى التاني اللي هو المهني العامل الماهر احنا بنتكلم على تأهيل طالب على المستوى التالت المهني اللي هو مجال فني وبنتكلم على مهنة فني انتاج الحاصلات البستانية يبقى لما يجي نتكلم بشيء من التفصيل عندي مهنة فني الحاصلات البستانية معناها ان دي مستوى من المستويات اكتساب المهارة اسمها مستوى التالت اللي هو المستوى العامل الفني او المشرف طيب لو جينا برضو عشان نقرب الموضوع للزهن انا حدرس ايه انا عندي كل مهنة تم وضع اطار خاص بيها كل مهنة تم وضع اطار خاص بهذه المهنة لتحديد مجموعة المعارف والمهارات اللي بتأهلني في النهاية لاكتساب المهارات الفنية الخاصة بهذه المهنة وتم وضع هذه المعارف والمهارات داخل بما يسمى حاجة تسمى اطار المهنة يبقى الاطار اللي عندي اطار خاص بمجال فني انتاج الحاصلات البستانية لو جينا نبص لمكونات هذا الاطار عبارة عن ايه او طالب خلال دراسيتنا عبارة عن ايه فبلاقي ان الاطار عندي بيتكون من مجموعة من الوحدات الدراسية ومجموعة الوحدات الدراسية في النهاية اللي كانت بتشابه في المنهج القديم المقررات ودي هي المكونات اللي بيكون فيها برنامج التعليم الفني والتدريب المهني يبقى عندي اطار في مجموعة من الوحدات وزي ما احنا بنتكلم بقى على البرنامج بتاعنا برنامج فني انتاج الحاصلات البستانية اللي الطالب عندي حيدرس فيها مجموعة من الوحدات خلال سنوات الدراسة السلاس داخل مدارس الزراعية نظام السلاس سنوات ايه هي الوحدات اللي حيتم دراستها عندي الطالب عندي في مجال فني الحاصلات البستانية في الصف الاول الزراعي حيدرس معي كوحدات متخصصة وحدتين وحدة تسمى مشاتل الحاصلات البستانية وحدة تسمى اعداد الارض لزراعة نباتات الخضر والزينة في الحقل المكشوف والزراعات المحمية وهذه الوحدات تسمى الوحدات المتخصصة لان برضو عندي الطالب عندي او حضرتك معانا حتدرس معانا وحدة مكملة في التلم الأول او الفصل الدراسي الاول وحدة رفع المساحي او وحدة الاعمال المساحية ودي بيتم دراستها داخل قسم الهندسة والمكانة وعندي وحدة نظم تشغيل الحاسب الآلي ودي بيتم تدرسها داخل قسم الحاسب الآلي يبقى الطالب عندي في الفصل الدراسي الاول حيدرس عندي وحدة اربع وحدات وحدتين متخصصين خاصين بيتم تدرسهم داخل قسم الاصلات البستانية والوحدات المكملة وحدة حاسب الآلي ووحدة داخل قسم الميكانة وحدة رفع او تنفيذ الاعمال المساحية نبص مع بعض بقى ونشوف الوحدتين اللي حيتم دراستهم معانا خلال الفصل الدراسي الاول وحدة تنفيذ الاعمال المساحية زي ما قلت دي بيتم دراستها في الميكانة ووحدة نظم تشغيل الحاسب الآلي نشوف بعض اول وحدة من الوحدات اللي حيتم دراستها معانا وحدة مشاتل الحاصلات البستانية الوحدات الدراسية داخل منظومة الجدارات بيكون عندي لها تركيب ان الطالب او انا بيكون عارف في عندي حاجة اسمها مخرجات التعلم اللي الطالب عندي حيكون قادر على اكتسابها او مجموعة المهارات اللي حيكون الطالب قادر على اكتسابها بعد اكتياز ونجاحه في هذه الوحدة فاول وحدة هنتكلم عليها كوحدة فنية متخصصة في منظومة الجدارات المهنية لطالب فن الحاصلات البستانية هي وحدة مشاتل الحاصلات البستانية ونيجي نستعرض مع بعض ما هي اهم مخرجات التعلم اللي الطالب حيكتسبها خلال هذه الوحدة اول مخرج من هذه المخرجات ان يجهز مشاتل الحاصلات البستانية يبقى اول مخرج من مخرجات التعلم في وحدة مشاتل الحاصلات البستانية هي وحدة او المخرج الاولاني يجهز مشاتل الحاصلات البستانية المخرج التاني ان ينفذ طوء تكاثر الحاصلات البستانية يبقى عندي الطالب المخرجين بتوع التعلم اللي حيتم دراستهم خلال الفصل الدراسي الاول في وحدة المشاتل المخرج الاول يجهز مشاتل الحاصلات البستانية المخرج الثاني ينفذ طرق تكاثر الحاصلات البستانية المخرج الثالث اللي هيتم التدريب عليه تطبيق الممارسات الزراعية بالمشتب يبقى عندي العامل أو الطالب عندي في وحدة مشاتل الحاصلات البستانية في نهاية هذه الوحدة يجب أن يكون الطالب قادرا على إجراء مجموعة من المهارات الفنية المختلفة اللي احنا صغناها أو تم صياغتها في صورة حاجة احنا قلنا عليها اسمها مخرجات التعلم يبقى مخرجات التعلم الخاصة بالوحدة الأولى اللي هي وحدة مشاتل الحاصلات البستانية أن مخرج تجهيز المشاتل مخرج تنفيذ طرق التكاثر ومخرج تطبيق الممارسات الزراعية داخل مشاتل الحاصلات البستانية طيب كل مخرج من هذه المخرجات بيتم له مجموعة من المعايير اللي أنا حكم من خلالها على مدى اكتساب الطالب لهذه المهارات يبقى عندي مخرجات التعلم وهذه المخرجات سيتم صياغتها في النهاية أو الحكم عليها في صورة معايير آداء معايير الآداء اللي عندي للمخرج الأول اللي هو مخرج يجهز الحاصلات البستانية أول حاجة هنتكلم عليها وأول معايير عندي أنه هو بيتم استخدام الآلات والأدوات الخاصة بالمشاتل والمعايير الثاني يقسم أرض المشتل والمعايير الثالث يجهز بيئة الزراع يبقى برضو أن يكمل كلامنا أن الوحدة بتاعتي وحدة المشاتل فيها ثلاث مخرجات المخرج الأول فيها اللي هو يجهز مشاتل الحاصلات البستانية لها ثلاث معايير أداء معايير يستخدم الآلات ومعايير يجهز الماء يقسم أرض المشتل ومعايير يجهز بيئة الزراع طب هذه المعايير لكي يتم تقييم الطالب عليها حيتم تقييم الطالب إزاي أو حيتم تقييم حضرتك إزاي حيتم تقييمك من خلال حاجة إحنا هنقول عليها اسمها بطاقات الملاحظة يبقى عندي سيتم الحكم على اكتساب المهارات الفنية للمخرج الأول للمعيار الأول في مجال الحاصلات البستانية من خلال بطاقات الملاحظة اللي هنستعرضها مع حضرتكم يبقى أول حاجة قدلة التعلم الخاصة بهذا المخرج سيتم عندي بطاقة ملاحظة مجمعة للمخرجات أول حاجة دليل التعلم للمعيار الأولاني مرفق رقم واحد بطاقة ملاحظة مجمعة للمخرج نشوف شكل بطاقة الملاحظة وإيه حيتم التعامل معاها إزاي في هذه البطاقة الملاحظة سيتم تقييم الطالب خلال مجموعة من الخطوات الفنية اللي هنبص عليها إنه هو إزاي يقدر يختار الأداة المناسبة للعمل يبقى أنا هنا البطاقة دية حيكون فيها أول جزء فيها إزاي إن أنا أختار الأداة المناسبة إزاي إن أنا أستخدمها بالشكل الجيد وإزاي إن أنا أحافظ عليها ويتم تخزينها بعد استخدامها وكمان إزاي إن أنا هاستخدم مهمات الصحة والسلامة المهنية اللي هتكون متوفرة عندي في مجتل الحصولات البستانية يبقى أول حاجة هنتكلم عنها في الجزء الخاص بالحكم على المهارة الأولى في استخدام أدوات المشتل أنا الأول لازم أعرف عندي ما هي أهم الأدوات اللي موجودة كل أداة هتعرف عليها واتعرف استخدامها وإزاي أشتغل بيها في المشتل بشكل جيد وإزاي إن أنا أصينها بعد أو إن أنا أعمل لها صيانة بسيطة بعد انتهاء العمل بيها وإزاي إن أنا أخزينها يبقى أول حاجة أو أول مهارة وإحنا هنتعلمها مع بعض إزاي إن أنا أستخدم الآلات والأدوات الخاصة بمشاتل الحصولات البستانية أنا عشان أستخدم الآلة حكون عارف الآلة دي استخدامها ووظيفتها أنا هعمل بيها إيه؟ إزاي إن أنا أتعامل معاها إزاي إن أنا أمسكها واشتغل بيها داخل المشتل إزاي إن أنا هعمل لها صيانة بسيطة بعد انتهاء العمل بيها وإزاي إن أنا هيتم تخزينها مرة تانية داخل المخيزن الخاصة بمشتل الحصولات البستانية ليسل الحصول عليها مرة تانية وإعادة استخدامها وبالتالي أنا هطول عمر الآلة بتاعتي وحافظ عليها وبالتالي يزيد العائد الاقتصادي أو المرضود الاقتصادي ده مش كده وبس ده أنا كمان من ضمن المهارات اللي أنا هدرسها أو هتعلمها في الشغل بتاعنا إزاي إن أنا أحافظ على نفسي كعامل فني باستباع تعليمات الصحة والسلامة المهنية طب ما هي أهم الإجراءات اللي أنا ممكن أتباعها داخل مشاتي للحصولات البستانية في عندي مجموعة من أدوات الصحة والسلامة المهنية يجب إن يتكون موجودة داخل مشاتي للحصولات البستانية عندي مجموعات نباتية وعندي صوب خشبية وصوب بلاستيكية داخل المشتل فهنا بيكون عندي من ضمن مستلزمات الصحة والسلامة المهنية داخل مشاتي للحصولات البستانية طفايات الحراك تكون موجودة في عندي وحدة صغيرة فيها مجموعة من أدوات الإسعافات الأولية خاصة لا قدر الله لو حصل أي مشكلة أثناء تنفيذ العمليات الفنية في عندي مجموعة من جوانتيات اللي أنا بلبسها على إيدي أثناء تنفيذ المهارات الفنية بحيث أن أنا أحافظ على إيدي أثناء استخدام الألات لأن في بعض الأدوات أثناء استخدامها بتكون أدوات حادة ولها أسلحة قطع زي المقصات والبلط والمنشير ومطوات التطعيم في عندي أيضا استخدام الجزم البوت الجزمة الكبيرة بحيث أن أنا بتحرك في الأرض بتاعتي فعشان أحافظ على الأقدام يبقى أول جزء عندي كانت بطاقة الملاحظة الخاصة باستخدام الأدوات البطاقة الثانية خاصة بتأسيم أرض المشتل والبطاقة الثالثة هتكون خاصة باستخدام تجهيز بيئات الزرع يبقى عندي هنعرف أننا في شغلنا في مجال الحاصلات البستانية في الوحدة الأولى وحدة المشاتل حيتم تقييمك كطالب فني من خلال ثلاث بطاقات ملاحظة هتكون خاصة بالمعيار التعلم رقم واحد اللي هو تجهيز الأدوات وتجهيز البيئات وتأسيم أرض المشتل طيب يبقى عندي هنا ثلاث أدل التعلم كل دليل التعلم حيبقى خاص بالمعيار اللي أنا هتكلم عليه بس في حاجة تانية مهمة جدا حتكون حضرتك معانا مطالب بيها إن حيكون حضرتك تطالب معانا في قسم الفن البستان حتكون مطالب تجهيز حاجة تسمى الأدلة الداعمة على اجتيازك للمهارة اللي حيتم تدريبك عليها داخل المدرسة الدليل الداعم دوت عبارة عن صورة فوتوغرافية أو صورة باستخدام آلة تصوير إلكترونية ديجيتال يعني بيتم الاحتفاظ بها داخل ملف الإنجاز الخاص بحضرتك وممكن استخراج هذه الصورة على صورة مطبوعة أو ملف فيديو أثناء تجهيز المهارة العملية الخاصة بي طيب نشوف مع بعض بقى ما هي أهم المعارف الخاصة اللي لما عرفها هتكون تسهل علي إجراء المهارات العملية أول حاجة خاصة بين المعارف الخاصة بالمخرج الأولاني ما هو ماشتل الحاصلات البستانية ماشتل الحاصلات البستانية كتعريف ماشتل بقول الماشتل هو عبارة عن منشأة زراعية الغرض من هذه المنشأة إجراء عمليات الإكسار وتربية النباتات في أماكنها أو تربية النباتات حتى يتم نقلها في الأرض المستنين يبقى الماشتل منشأة زراعية بستانية بيتم فيها تربية وإكسار النباتات الجزء الثاني اللي هنتكلم عليه في عجالة ما هي أنواع أو أهمية المشاتل أول حاجة في أهمية المشاتل المشاتل تعتبر مصدر لإنتاج الشتلات والأشجار والشجارات البستانية سواء كانت فكهة أو خدر أو زينة ويبتعتبر المصدر الرئيسي أو الأساسي لصواني شتلات أصناف الخدار وبيتوفر بالمشتل وسائل لحماية النباتات من العوامل البقية الغير ملأمة اللي هي خاصة بي تكون داخل الصوب وعندي يمكن إنتاج نباتات بمواصفات معينة وأصناف تتحمل بيئات معينة ويعتبر المشتل بتاعي مشروع اقتصادي مربح يبقى لما أنا أتعلم المهارات الفنية الخاصة بالمشتل لما أتعلم المهارات الخاصة بالمشتل أنا حيكون عندي فكرة أن أنا أدير مشروع اقتصادي خاص بإنتاج المشاتل يعني أنا ممكن أعمل مشتل مستقل أو أن أنا أعمل كعامل فني داخل مشاتل الحاصلات البستانية الحاجة الثانية لما جينا نتكلم على أو نشوف الجزء الثاني من المعارف بتاعتنا الخاص بتأسيم المشاتل بتاعت الحاصلات البستانية تقسم مشاتل الحاصلات البستانية على ثلاث أسس على حسب حجم النشاط في منها خاص والتجاري حسب نوع النشاط متخصصة ومختلفة حسب الكلان الخانوني في مشاتل حكومية ومشاتل أهلي نشوف المشاتل الخاصة ما هي مشتل خاص يعني بيبقى خاص بوحدة إنتاج عندي الوحدة ليه بتبقى خاصة بي أنا كواحدة مجال عندي مزرعة صغيرة أو أنا عامل مشتل ملحق بالوحدة البستانية اللي عندي أو المشتل الخاص بالحديقة اللي عندي عندي فيه مشاتل تجارية ودي بتبقى مساحتها كبيرة وتخصص لإنتاج الشتلات ويكون الغرض منها غرض اقتصادي لإنتاج الشتلات بشكل جيد بعد كده المشاتل المتخصصة بتكون متخصصة في إنتاج نوعية واحدة من النباتات وعندي النوع التاني المشاتل المختلفة بتكون بيختلط فيها إنتاج النباتات بينتج فيها مجموعة مختلفة من النباتات طيب المشاتل الحكومية بتكون تبعة له لايئات والوزرات والمدارس الزراعية يعني المشتل اللي جوه المدرسة اللي معانا يعتبر مشتل حكومي اللي هيتم فيه تدريب حضرتك على المهارات الفنية المختلفة المشاتل الأهلية دي المشاتل اللي بتكون خضعة له أو إدارتها خضعة به الأهالي في الشركات التجارية والاستثمارية ومجال الاستثمار الزراعي طيب ما هي الشروط الواجب توفرها في أرض المشاتل أو المشاتل التجارية المشتل بيكون في موقع يسهل الوصول إليه المشتل على طريق بيسهل في منطقة بيسهل فيها تسويق النباتات وكمان الطربة بتاعته بتكون خصبة ويكون فيه مصدر للمياه العزمة طيب المشتل عندي فيه مجموعة من المنشآت الزراعية اللي هيتم تدريبنا داخلها اللي هي بيسموها وحدات الإكسار أو بيوت الإكسار أو بيوت التربية أول حاجة عندي فيه عندي حاجة اسمها المخيازن اللي بيتم فيها تخزين الأدوات والبزور والألات عندي عندي مبنى الإدارة وحفظ السجلات فيه عندي كمان من ضمن الأجزاء اللي موجودة داخل مشاتر الحصولات البستانية مصدر للمياه العزمة فيه موجود عندي بيوت الإكسار والتربية وباستعرضنا لأماكن دي فيه عندي الصوب المختلفة فيه خمس أنواع من الصوب حيتم تدريبنا داخلها صوب الخشبية والصوب الزجاجية والصوب البلاستيكية وصوب السيران وصوب الفايبر جلاص فيه عجالة إحنا تكلمنا مع بعض على أهم المعارف اللي أنا حدرسها داخل هذه الوحدة نخش بقى على أول جزء عملي معايا إيه هي أهم الأدوات واستخدامها وطريق التعامل معاها عندي مجموعة كبيرة من الأدوات بيتم استخدامها داخل مشاتر الحصولات البستانية وأول ألا وأول أداة معانا تسمى عربة الحديقة عربة الحديقة دي أنا بشوفها أنا بيتم التعامل معاها هي بتسهل علي نقل الأدوات من أماكن لأماكن وبستخدمها لنقل الطربة ونقل القصص ونقل القصاري من مكان لمكان يبقى أول أداة أنا هتتعامل معاها داخل المشتل هي عربة الحديقة يبقى أول حاجة لازم تكون حضرتك تعرف ما هي الأداة يبقى الأداة اللي معانا دي عربة الحديقة بيتم من خلالها نقل القصص والأدوات والطربة من مكان إلى مكان الأداة اللي بعد كده هي عبارة عن الكرك والكرك ده آلة في بعض الأحيان أو بعض الناس بتسميها الشوكة دي بيتم بيها حاجتين الحاجة الأولى لما أنا بكون عندي أرض تم تجهزها لزراعة البزور بيتم باستخدام هذه الآلة تسوية سطح الأرض وإزالة الحشاش والألائيل لو كانت الأرض اللي عندي أراضي طينية يبقى استعرضنا الآلة الأولى طب أنا لو هستخدم آلة زي آلة الكرك دي في تسوية المشتل اللي عندي يبقى ممكن أنا وإحنا شغالين نشوف مع بعض نقول لك ما هي هذه الآلة أو طلع للآلة المستخدمة في إجراء عمليات التسوية وتمسك الآلة ونبدأ نشتغل بيها ونوضح بيها زي أننا نعمل بها تسوية سطح التربة وإزالة الحشاش اللي موجودة داخل قطعة الأرض الآلة اللي معانا بعد كده آلة تسمى آلة الشعرف والشعرف دي آلة من ضمن الآلات اللي أنا بستخدمها والسلاح بتاعها غالباً بيكون من الأسلاح الحادة فأنا بيكون أتعامل معها بحذر بيتم مسكها من الجزء اليد المقبض الخاص بيها وما بيتمش أو أنا بابعد إيدي عن السلاح الخاص بيها يبقى أنا هنا من ضمن مهارة استخدام هذه الآلة أنه بيتم استخدامها بيد واحدة من الجزء المعد لاستخدامه أو مكان المقبض الخاص بيها وهذه الآلة بيتستخدم لفصل الشتلات الصغيرة أو اقتلاع الشتلات أو إزالة الحشاش من أرض المشتل أو إجراء عمليات الشعرفة في المسطحات الخضراء الآلة اللي بعد كده معانا آلة تسمى آلة المنقرة المنقرة برضو آلة حادة لها يد خشبية بيتم من خلالها إصارة سطح الطربة وبرضو وأنا بستخدم هذه الآلات يجب علي أن أنا أكون مرتدي أكون لابس جوانتي في إيدي وأكون لابس البوت لحماية رجلي من الطربة وأيضا في بعض الأحيان بيكون بيرتدي الزي الخاص بالمشتل اللي احنا بنقول عليه يسمى الأفرول أو البلط الآلة اللي بعد كده في عندي مجموعة من المحاريت الخاصة بإصارة وتجهيز الطربة في عندي محاريت بيسمى المحاريت الحفار وعندي محاريت بيسمى المحاريت الألاب المحاريت الألاب بيستخدمها لو كانت المشتل اللي عندي مشاتل أراضيها أراضي رملية والمحاريت الحفارة بتستخدم لو كانت الأراضي اللي عندي أراضي تينية من ضمن الأدوات المستخدمة أيضا الواحة التقليع والشوك والجواريف كل أداة منهم لها مقبض أنا باستخدمها لما أستخدم هذه الأداة بتم مسكها من خلال هذه المقابضة الخاصة بيها وبيتم وأنا باستخدمها بكون محرص أن الأداة دية ما تلمسش جسمي بشكل مباشر حتى لا تؤثر على جسمي أنا وفي نفس الوقت كمان لو أنا عندي عامل شغال معايا أنا بأخذ مسافة بينه وبين هذا العامل حتى لا يتأثر هذا العامل بذي الأدواء بشكل خاطئ الأداة اللي معانا بعد كده من ضمن أدوات الشتلات أو مشتل الحاصلات البستانية هي عبارة عن الشوك والجواريف الصغيرة ودي بتستخدم لتعبية وتقليب التربة وخلطاها مع بعضها وكمان إزالة الحشاش في عندي من ضمن الأدوات المستخدمة المقاطف ودي بتستخدم في نقل التربة من مكان إلى مكان وتجهيز مخلوط الزراعة في عندي الفأس سواء كانت فأس بلدي أو فرنساوي من ضمن الأدوات المستخدمة أيضا الأدوات المستخدمة في زراعة البذور وغرس الشتلات وهذه الأدوات بتستخدم في زراعة البذور وتحديد مسافات الزراعة يبقى أنا هنا في الوحدة بتاعتنا وحدة مشاتل الحصولات البستانية أول مهارة عملية أنا بتعامل معانا فيها إزاي إن أنا أستخدم الأدوات الخاصة بمشتر الحصولات البستانية عشان أستخدم الأداء بشكل جيد يجب علي أن أنا أولا أعرف اسم الأداء الأداء دي اسمها إيه أعرف ما هو الاستخدام لها أنا باستخدمها إزاي وأعرف إزاي أتعامل معاها بشكل جيد بحيث إن أنا أحافظ على نفسي وأحافظ على العامل اللي هو معايا يبقى أنا بحافظ على نفسي كطالب أثناء التدريب العملي بحافظ على زميلي أثناء التدريب العملي بعرف إزاي إن أنا أستخدم هذه الأداء وإزاي بعد ما خلص إجراء المهمة الخاصة بيها إزاي بيتم تصيينها وبتخزينها داخل المخازن الخاصة بيها لعالة استخدامها مرة تانية إحنا استعرضنا مع بعض ما هي الأدوات الخاصة بتجهيز الأرض الأدوات اللي هنتكلم عليها أو مجموعة الأدوات اللي هنتكلم عليها دي أدوات خاصة بمجموعة الزراع أول أداء خاصة بأدوات الزراع عندي هي آلات الشتل في عندي آلات خاصة بيتم من خلالها توزيع الشتلات على أراضي المشتل ودي آلة ميكانيكية يمكن إحنا هنقرب أكتر للشغل اليدوي فأنا هستخدم الآلة اللي بعدها اللي هي المسقاب الخاص بتوزيع الشتلات لو كنت عامل زراعة أو طربة مغطاة بيتم باستخدام هذه المساقب تسقيب البلاستيك المغطل الطربة ومن خلالها بيتم وضع الشتلات وكمان عندي لوحات تحديد عمق ومسافات الزراعة وبأحواض الزراعة المجموعة الثالثة من الأدوات هي الأدوات الخاصة بري النباتات برضو إحنا معانا مجموعة من الأدوات داخل المشتل حنتضرب عليها مع بعض الأدوات الخاصة بإجراء عمليات الري إننا من خلالها بيتم توصيل المية من مصدر الري اللي عندي إلى النباتات اللي موجودة عندي سواء كانت داخل أرض المشتل بصورة مباشرة أو داخل صوان الزراعة أو داخل الأصص طب أنا هروي باستخدام إيه؟ هروي باستخدام مجموعة من الأدوات بتختلف حسب حجم المشتل حنتعرف على كل هذه الأدوات حنتضرب عليها وحنعرف إزاي أنا باستخدمها في إجراء العمليات الفنية داخل المشتل أول أداء من أدوات الري تسمى كانك الري كانك الري دي أداء بيتم فيها نقل المية من مكان إلى مكان إذا كانت عندك المساحات اللي موجودة مساحات صغيرة بيتم وضع الماء فيها من الفتحة الخاصة بيها ويتم ري النباتات من خلال الرشاش اللي موجود في مقدمة الأداء عندي بعد كده المساحة لو أكبر شوية وعندي تقنية أعلى داخل المشتل بيتم ري النباتات داخل المشاتل من خلال مجموعة الري الرزازي أو الري بالرش داخل الصوبات ودي موجودة في صوبات الإكسار في عندي مجموعة تانية من أدوات الري مجموعة الري بالطنقيت لو أنا عندي صوب فيها استخدام نظام الري بالطنقيت هأعرف خرطيم الرأي شكلها إيه هأعرف النقطات شكلها إيه هأعرف أحجام النقطات كل حجم بمعدل تصريف المية بتاعه قد إيه وإزاي أن أنا يتم عملية تركيب النقطات داخل الخرطيم عندي أيضا من ضمن الأدوات المستخدمة في ري النباتات خرطيم الرأي خرطوم الرأي بيستخدم في نقل المية من المصادر المية اللي موجودة لمكان أبعد شوية وممكن أنا أستخدمه فيه لو عندي أشجار موجودة داخل أو أشجار زينة داخل المشتل ومحتاج أعمل لها غسيل فبيتم غسيلها أيضا برش المية باستخدام هذه الخرطيم ودي كانت المجموعة التالتة اللي هي مجموعة الأدوات الخاصة برأي النباتات دي مش كده وبس في عندي مجموعة تانية من النباتات هي مجموعة من الأدوات اللي برضو باستخدمها داخل المشاتل هي مجموعة من الأدوات الخاصة بتقليم وتربية النباتات إحنا لما بنستعرض هذه الأدوات المجال بتاعنا إحنا مجال جديد حضرتك معنا بنتعلم مع بعض ونتدرب على الأدوات وبنعرف الأداة وبنستخدمها إزاي يبقى إحنا داخل وحدتنا دية والداخل المعيار الأول اللي هو استخدام أدوات المشاتل أنا هعرف كل أداة من هذه الأدوات استخدامها وحدتك هتتدرب عليها مع الزميل في المدرسة هيدربك على استخدام الأداة ويعرفك إزاي تمسكها بشكل جيد بالاتجاه الصحيح وبعد ما بتخلص بها عمل نأكد مرة تانية بيتم صيانتها صيانة بسيطة وبعد كده بيتم وضعها داخل المخازن الخاصة بها المجموعة اللي بعد كده مجموعة أدوات القص وقص الأفرع والتقليم وأول أداة عندي هي البلطة هنا يمكن أنا وإحنا بنتكلم بقول اتباع إجراءات الصحة والسلامة المهنية أنا بستخدم مجموعة من الأدوات في مشاتل الحصولات البستانية هذه الأدوات بتتميز أن لها أسلحة حادة وأسلحة قطعة فيجب علي أن أنا أكون أحافظ على نفسي بمسك الأداة بالشكل السليم من مكان المحدد لها وكمان لما أجل استخدمها بيكون بينه وبين الزميل اللي بيتدرب معايا في الفصل مسافة عشان مجال الحركة بتاع الآلة ما يؤثرش على الزميل اللي موجود معي يبقى أول آلة من الأدوات تستخدم في مشاتل الحصولات البستانية هي آلة تسمى البلطة ودي بيتم قطع الأفرع السميكة أو قطع الأشجار وبرضو هنتدرب مع بعض إزاي حمسكها وإزاي هشتغل بيها داخل المشد الآلة اللي معانا بعد كده هي عبارة عن مقص الأفرع الغليزة مقص الأفرع الغليزة ده مقص بيستخدم في إجراء القطع للأفرع الغليزة ومقص الأفرع العالية له سلاح قاطع وفيه حبل بيربط به بيتم من خلال قطع الأفرع اللي يصعب الوصول إليها وعندي آلة من الآلات برضو دي حيتم التدريب عليها داخل مشتل الحصولات البستانية وهي الآلة المستخدمة في قص المسطحات الخضراء وتسمى آلة قص النجيل ويمكن الآلة ديت معانا حيبقالها وقفة لأن هذه الآلة لما بيتم تنظفها بيتم تنظفها باستخدام الهواء المندفع لو كان عندي آلة لمصدر الهواء أو باستخدام فرشاة خاصة بيتم بيها تنظيف السلاح القاطع اللي موجود أسفل المكينة وأيضا بيتم تنظيف الصندوق اللي بيحتفظ بالنواتج القص اللي هو موجود في خلف المكينة بلاحظ برضو إن عندي بكون شايف الأجزاء الميكانيكية تكون بنتحرك بشكل جيد بشوف معيار الزيت بتاع المكينة مضبوط ولا لأ كمية الوقود اللي عندي داخل المكينة كافية لعملية التشغيل ولا لأ المستوى اللي بيتم عليه ظبط هذه المكينة هنتدرب مع بعض زي إن أنا أطبط ارتفاع قص النجيل اللي من خلاله يمكن إحنا كلنا بنشوف ظاهرة في داخل المسطحات الكبيرة وخاصة داخل ملاعب كرة القدم بيكون عندي المسطح اللي عندي فيه بتحس إن المسطح أو ملاعب كرة القدم عبارة عن لونين لون أخضر غامق ولون أخضر فاتح الملاعب ديت ما هيش ملونة ده ارتفاع القص هو اللي اتحكم في هذا اللون إذا كان القص جائر فلون المسطح بيكون أفتح إذا كان القص على مستوى أعلى شوية يبقى أنا هنا في خلال استخدام هذه الآلة بيتم تحديد مستوى القص وبيتم تصيينها وتشوينها داخل المخازن بعد التأكد من إزالة الأطلبة والعوالق وبقايا قص المسطح من عليه المجموعة اللي بعد كده أو مجموعة الآلة اللي بعد كده اللي بيستخدمها المنشار القاطع وهذا المنشار أيضا بيستخدم لو أنا بعمل عملية تقليم أو عملية تطعيم لأشجار كبيرة لتغيير الصنف بيتم قاطع الشجرة بالكامل على في جزء من الجزء بتاع الشجرة وبيستخدام هذا المنشار وأيضا أأكد تاني أنه بيتم مسك المنشار المسكة الصحيحة من المكان المخصص دي اللي هنتضرب عليه داخل مدارسنا وبرضو أول مرة تانية وبأكد أن أنا بيكون بسيب مسافة بيني وبين الطالب اللي معي بتدرب داخل المدرسة بحيث أن مجال عمل هذه الآلة المنشار يكون بعيد عن الطالب اللي عندي عشان ما يؤثرشي عليه الأداة اللي بعد كده هي عبارة عن السلالم السلالم ديت في مشاتر الحصالات البستانية أنا بستخدمها ليه لو عندي شجرة كبيرة داخل مشتر الحصالات البستانية وهذه الشجرة أنا محتاج أعمل لها عملية تقليم طيب أنا محتاج أتحرك على الشجرة أو عايزة أعمل عملية قص يمكن إحنا في جزء حنتكلم فيه بعد في وحدات مقبلة يمكن في الصف الثالث أو الثاني أن عندي بنعمل عملية تسمى عملية القص والتشكيل للأشجار يبقى أن هنا هستخدم من السلالم ديت للوصول للأجزاء اللي موجودة في الأشجار اللي أنا أصعب الوصول إليه يبقى هنا برضو استعرضنا مع بعض أهم الأدوات المستخدمة في قص وتشكيل المسطحات الخضراء في عندي مجموعة تانية من الأدوات هي مجموعة مقصات التقليم العادية وعندي أيضا مجموعة تانية مجموعة الأدوات الخاصة بإجراء عمليات التطعيم زي مطوات التطعيم المختلفة بأشكالها وأنواعها في عندي الخيط المستخدم في إجراء اللف النباتات وعندي السطور وعندي أيضا الشمع الخاص بإجراء عملية التطعيم يبقى أول مهارة إحنا هنتضرب عليها مع بعض في الوحدة بتاعتنا اللي هي مشاتل حصلات البستانية هنتضرب على كيفية استخدام هذه الأدوات كل أداء منهم هنعرف أو هنتضرب عليها داخل المشتل ما الأداء استخدامها إزاي إزاي إن أنا أجيبها من المشتل أو أخذها من مكان التخزين بتاعها بشكل جيد إزاي إن أنا أرتدي مهمات الصحة والسلامة المهنية أكون لابس جوانتي في إيدي بيكون لابسنا الضارة لو أنا بستخدم قطع للأجزاء النباتية عشان ما تجيش نواتج عمليات القطع دي في عيني إزاي إن أنا أمسك المقصات بشكل صحيح بحيث إن السلاح القطع يكون بعيد عن إيدي إن أنا أبعد إيدي بيكون لابس جوانتي عشان إيدي ما يتمش إصابتها من خلال السلاح القطع يبقى هنا عندي المخرج التعليم الأول كان خاص بالمعايير إنتاج استخدام الأدوات الخاصة بمشاة للحاصلات البستانية وبكده يبقى خلصنا مع حضراتكم المهارة الأولى من مهارات الخاصة بمشاة للحاصلات البستانية مهارة استخدام الأدوات داخل المشتل إن شاء الله في حلقاتنا المقبلة حنكمل مع بعض مجموعة المهارات الخاصة بمشاة للحاصلات البستانية شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته